العبادة تطلق على معنيين المعنى الأول التعبد الذي هو فعل العابد وتفسر بهذا المعنى بأنها التذل لله تعالى حبا وتعظيما فبالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب والمحبة والتعظيم هما ركن العبادة قال ابن القيم رحمه الله في الدنيا وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان والمعنى الثاني من معاني العبادة المتعبد به وقد فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة في الصلاة والصيام والحج وغيرها من العبادات